من جديد اهلا بحضراتكو جينا لفقرة سؤال وسؤال الحقيقة من الفقرة النهاردة هنحاول نحاول على قد ما نقدر ان احنا نشوف بنعمل ايه في الاتيكيت صح وبنعمل ايه غلط يعني احيانا نفتكر انه العفوية والبساطة دي والتصرف بالطريقة دي بساطة وعفوية وان انت كده فرش وفكة واخدرحتك بس قد يكون التصرف ده تصرف مش من المفترض انه يتم في المكان ده في المناسبة دي بالطريقة دي هنحاول على قد ما نقدر نسأل بعض اسئلة ونشوف بنعمل ايه والاتيكيت رايح فين وجاي منين خاصة انه بنبقى بارتو عايزين نبان بطريقة راقية ومهذبة وشيك وده ما يجيش على راحتنا يعني الاتنين ما يتعرضوش مع مع بعض بالمناسبة ممكن تحطوا روج قدام الناس لا عيب ممكن تحطي روج قدام الناس لا حمام تروح لحمام تحط روش صح قدام الناس تبتحطوا روش كده ويقرح صح يعني عيب أنا مرة كان عندي شنطة صغيرة سودة كده بتاعت خروج فيها مراية في كنت سعاية يعني فأماكن الخروج بالليل اللي هي ما بتبقاش اه اه ايه يعني مش قوي اماكن الخروج تبقى اه كده اتكتك ازم بط يعني ساعتقد انها حركة مش شيك وغير لئة طبعا شكرا 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 انا احنا 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 نحط روج قدام الكرول يحن يحن في وقتان في وقتان ناحية شغل لكن في البرا لأ أحنا سين يسرح لنا شعرنا واحد يحط لا تصرح شعرك ولا تضع روش لكن انتي تصرح شعرك كده لا تصدقي ، ولكن تعليreto مني صداق��서caر وانا اعنا حظمة وبنت ضايقة لأ Weather Altyaz ولا روش ولا تسريح طيب